سلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد قصة هزتني لما سمعتها قصة حز أي قلب لما يسمحها قصة أخ كان أخو غني وعنده عقارات وأطيان وأموال وعمارات وكان طمعا في ملكه أخو مات معرفش ياخد حاجة من أخوه وقف على القبر وأخوه بيدفن يبكي قدام الناس يقول لهم أخويا حبيبي أخويا أنا نفسي ودع أخويا أنا وهو الوحيدنا بس في القبر أنا عايز أنزل التربة محدش ينزل معانا وأخويا أخويا حبيبي أودعه الوحد أنا وهو بس الناس أبوه ينزل القبر مع أخوه الوحيدهم نزل القبر كان محضر عقود بيع وشرة معاه نجهزها وفك التفن على أخوف ثواني وطلع صبع أخوه وحط الحبر عليه وبدأ يبص مخوه على عقود البيع والشرة وهو بيبص مخوه مات سبحان الله العظيم وهو بيبص مخوه ملك الموت نزل أخد روحه وهو بيبص مخوه روحه نزعت من الحرقوم صعدت إلى الله سبحانه وتعالى الراجل ده ما اتعافش يا أخوانا ما اتعافش بمنظر العظم والأكفان الممزقة والمسودة حواليه ما اتعافش بجسة أخوه اللي كان لحمه دم عايش وبيروحوا ييجي قدام عينهم بارح ما اتعافش بمنظر القبر والكفن الراجل ده ما اتعافش ايه ده قلت سبحان الله ايه الغيبوبة اللي وصلنا لها دي ايه الغيبوبة اللي بقينا فيها دي الغيبوبة اللي المجتمع عدل الأسف الشديد معظمه عايزش فيها غيبوبة بتبدأ من أول سن الطفولة لا الأطفال ماشين في الشوارع الطفل في غيبوبة الأطفال ماشين المحمول وقعدين يلعبوا بالرنات وقعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هركريزوس بيستون وقنوات الكرتون الأطفال نفسها طفولتها تقتلت الأطفال يتمروا الغيبوبة تزيد ما تقلش يوصلوا لسنوية عامة تلاقي الطالب بتاع سنوية العامة ماشي الكتب والكرس بتاعته واحد يجري من درس لدرس 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 ما بيفتريحش ما بينامش يرجع بالليل مقتول ابو يقول له هقتم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل يفضل يذكر يصحة تاني يوم شايف قدامه ولا صلى ولا عمل حاجة ولا فكر في آخرته وقعد في الدوامة داي سنتين لغاية ما يطعم الغيبوبة بتاعت السنوية العامة يدخل الجامعة الغيبوبة تزيد يا جماعة ما تقلش للأسف الشديد لو بنت تبدأ تدخل في غيبوبة فتى الأحلام والبضي والجنس والمكياج والفتى الأحلام اللي هيجي ياخدها على الحمر الفراري واللي هيجي ياخدها على الحصان اللانسر ولو هو شاب يبدأ يدخل في الغيبوبة بتاعت السجائر والمخدرات والأعدات والصهارات والنوادي والكليبات ويبدأ يدخل في الغيبوبة تلاقي شوية شباب قاعدين على البلايستيشن وشوية في النادي وشوية في القهوة وشوية على الجيمز وشوية على الشاك وشوية في المصايف ايه ده والشاب نايم يحلم نص أحلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكرة والنص التاني في السجارة الملغمة هيحصل عليها ازاي ويكبر ويتخرجه من الجامعة تزيد الغيبوبة اكتر تلاقي الشاب قاعد على النت قاعد يشقيت مع اي بنت امريكانية يمكن يقع في بنت امريكانية تبعث له دعوة يروح يخسر صحون هناك في امريكا ولا حاجة او متشعلق في اوتوبيس طالع على السحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفة غسل صحون في اي فندق في السحل الشمالي يتعرف على سائحة اجنبية عندها 70 سنة ترضى انها تتجاوزه وتاخده برا او ماسك السيفي بتاعته وقاعد يلفه على الشركات ما فيش الكرار دا تقبله لغاية ما يقعد على القهوة في الاخر محبط مش لاي حاجة يعملها وهي قاعدة تلفه على فساتين السواري تدور على اسوأ فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجاوز الليلة كانوا صحاب في الكلية ساعة المشي والرحلات والفصح كانت حبيبته قوي انما ساعة الجواز ما افتكرهاش ما حدش منه مفتكره فاعة الجواز وكل يوم واحد من صحابها يتجاوزه وينساها وتروح الفرح بفستان سواري جديد لعل حد يبصي لها المرة دي على انها تنفع زوجه يكبر هما الاثنين دا يتجاوز وهي تتجاوز ويخلفه ويبقى هو قبه وتبقى هي أمه وتزيد الغيبوبة تلاقيه ماشي قب ولكن الهم ما نوشه الهم مغرق حياته احمل ايه اذا استتزد بقت بكام دا يرغيف العيش بقى مشكلة في حياتنا والولد اللي عايز كارت محمول كل شوية يجيب له منين والبنت اللي عايز ادروس خصوصية يعمل لها ايه وساعة انجبط اشتلاقي الهم دا كله راح يقعد يتفرج على العشر لعيبة كأنهم العشر مبشرين بالجنة ويتفرج على حارس المرمى كأنه حارس حمى الامة ويتفرج على الجماهير في المدرجات كأنها المهاجرين والانصار رايحين يؤذروا منتخب القومي ولما يجي جن ينسى الدنيا واللي فيها كأن ناصر تاريخي حصل في تاريخ الامة بتاعتنا ويه قاعد يوكل شوية لما يفي قوم المطش يبص البنته اللي لسه ما اتجوزتش اجوزها ازاي وبنته المخطوبة اجب لها عافش يرفع راسها قدام عارسها ازاي وابنه اللي اتخرج لشغلانة ولا لقي وظيفة اعمل له ايه وتلاقي قاعد مهموم مشاهلهم الدنيا كله غايبوبة يا جماع غايبوبة المجتمع الوقتي بيعايش في غايبوبة للأسف الشديد وفي وسط الغايبوبة دي القاب بعد اتفرج على المطش بنته نازلة لا باصل الستريتش اللي هي لبساه ولا البرفال اللي هي حطاه ولا المكياج اللي هي رسماه ولا الرنة اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنة من ميل ولا هي رايحة فين ولا هتيجي امتى ولا باصل ابنه وهو طالع شفخته بالمنظر ده ما بصلهاش ابنه طالع عينيه من تحتها سودا وشفاش في سودا والسجارة في ايديه ما بصش لابنه ولا شاف السجارة دي جواها ايه غايبوبة يا اخوانا المجتمع الوقتي بقى في جوز كبير جدا عايش في غايبوبة هنفوق امتى درس الليلة محاولة ان احنا نستيخد محاولة ان الواحد يفجر الكابت اللي جواه لما بيمشي في الشارع احنا ماشيين في سلسلة ولكن احيانا لازم نتوقف لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع الوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم وقفة انا اكلمكم الليلة عن موضوع في غاية الخطورة ايه اخر خمس دقائي قبل الموت يعني ايه اخر خمس دقائي قبل الموت اخطر خمس دقائي في عمري وعمرك اخطر خمس دقائي ليه اول حاجة لانهم بيجوا فجأة فجأة ازاي هي لحظة هي لحظة كلمح بالبصر فلحظة تغمض عنك وتفتحت نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين هي لحظة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا انقطاع عارف لما كل حاجة تقطع فجأة النبض اقطاع الجسم بيستغيش من القلب هات نبضه واحدة بس بالدم خلاص رزق نبض اتقطاع النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطاع ان العبد العبد قبل المؤمن او فاجر عبد كان عارف ان او عبد هيه دي المشكله يا اخواننا ان واحد عارف ان عبد 화حد ما عارف لهن عبد وحد فاء وحد مافثش وحد ناحق وحد ملحقش في واحد ما بيفوعش غلوما يصلة على وحد صحبه واحد ما بيفوشغل لما تطلع ليه واحد ما بيفوشغل هوه نام على سر المرض واحد ما بيفوشغل هوه تحت التراب طب اميتها ايه اميتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر معده فات اميتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه طب انت بتكمل ليه انت واخد سكة المعصية كلها وقعت على وشك بتكمل ليه يدخل علاقة حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه تدخل علاقة حب وتفاجأ انه خانها وراح يتجوز واحدة تانية وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصية يشرب مخدرات ياخد جرعة زيدة يتنقل العناء المركزة يبقى يموت وينقف بأعجوبة ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه مش راضي ودي يتكلمه يقولك انا احسن من غيري يعني احسن من غيري يعني لو واحد صلت دهر اربع ركعات يقول واحد الراحل صدقة اللي صلت دهر صلت تلات ركعات يقولك انا احسن من اللي ما صلهوش لا انت اللي ما صلهوش واحد الدهر اربع ركعات ربنا له مراد ربنا طلب منا طاعة معينة التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع انقطاع يعني ايه لحظة لحظة يا شباب لحظة يا جماعة والله العظيم الوقت لما بقى تضبر وتأمل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اقل سبب عدت افتكر الجنازات اللي الواحد صل عليها الفترة اللي فاتت اه الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل بطل في الرياضة وكان في شبابه الاول عالجمهورية في الرياضة سبحان الملك وفجأة يصلي الفجر يحس بنخذ بصيدة في صدره يميل على سجادة الصلاة يموت سبحان الله في لحظة في لحظة وفلان الطالبة الجماعية اللي ماتت في لحظة وفلان الطالبة الجماعية اللي ماتت في السكشن بتاعه وفلان اللي جابوه جثة من الجيش حصلوا صعق الكهربائي وصلين عليه وفلان اللي كان ماتت في حدثة وفلان ايه يا جماعة دا عدت اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اخر خمس داقة قبل الموت فكرت فيهم فكرت فيهم مين فينا فكر فيهم يا اخوانا مين ساعة الحرصة والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع للتزام وهم اخر خمس داقة قبل الموت كنت اعطى افكر طبعا لو عشت حياتي زي ما انا عايت ساعة مجموت وشريط حياتي اتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذاتها وبقيت حسرتها طب وبعدين وبعدين اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مرة واحدة واحدة الروح تتاخد من الرجلين من الصدر من البطن من اليدين لغاية ما توصل للحلقون والتراقي يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب ولكن بيبص على جسمه جسمه مات خلاص ايدي ماتت رجلي ماتت صدره مات وهو الروح متعلقها ان اول تسه ما خرجتش ليه ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش عارفين ليه عشان ربنا يقولك ايديك ده هي كانت من ساعات طوع امرك لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني رجليك ده هي كانت من يومين طوع امرك عايز تقوم الليل عليها قوم عايز تروح للمسجد عليها روح عايز تروح دروس العلم والوظة عليها روح كان جسمك ده كله تحت امرك ضيعته ليه اخر خمس ده قبل الموت مشهد الحصرة ولما الانسان بيموت فجأة عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقة تشدت فجأة تشدت فجأة طب استنى طب خمس دقايق طب عشر دقايق ولد اي اي واحدة مين فينا يستحمل كده اللي ستوبوتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعة الصفر الله اعلم لحظة الصفر دي هنكون على طاقة ولا هنكون على معصية هنكون على ايه جماع ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه هياخد على طاقة ولا على معصية لازم نفكر يا اخوانا خواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا يا اما وصمة عرع الجبين يندلها الجبين يوم الايامة هنقابل ربنا نقول له ايه وانا راكب مع سواق تاكسي وحوج مخالف من شرع رئيسي لا اعرابية المرور في وشه نزل الظابط مدي ايده لسواق تاكسي داله الرخصة مشي قلت سبحان الله طب مانا راكبت مع سواقين تاكسي لما الظابط قال له من الرخصة مرضوش الدهانه ايش معنى ده دهانه على طول لانه زبط متلبس مصيبة موتة السوق ان هو الواحد زبط متلبس الممثل اللي من كذا سنة مات في قط الزنا ده زبط متلبس ولا عزو بالله ده يقبل ربنا يقول له ربنا ايه ده يقول له ربنا ايه المشكلة يا جماعة ان اخر مشهد لنا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم الايامة اللي انت موتت عليها تبعث عليه المشهد الاخير لك في حياتك هو المشهد الاول لك في العرض على الله المشهد النهائي الختامي للمسرق للفيلم للحياة للاحداث بتاع دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخرى هنقبل ربنا بايه هنبعث بين ايدين ربنا بأني مشهد اخوانا هنقبل ربنا بأني مشهد عايزين نفكر عايزين نقف مع نفسينا وقفة عايزين نقف مع نفسينا وقفة في الموضوع الخطير ده انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعة وانا فت عليك 90% لقيك بتعمل ايه بتذاكر ليه لانك انت معظم يبقى بتذاكر اهو لو انت حياتك كلها طاعة وملك الموت نزل هينزلك على ايه على طاعة طب لو حياتك كلها معصية وغفلة وملك الموت نزل هينزلك على ايه على غفلة عايزين نفوق اخوانا عايزين نستيقض الغيبوبة اللي بقت في قلوبنا دي اتمعرفش الغيبوبة نساعة ايه غيبوبة زي ومعنا القرآن غيبوبة زي خواتيم السوق والخواتيم الفجأة بقت احداثها لا تحصى التلت صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في غيرات الاهرام بقى قدقي نسبة منهم خواتيم فجأة ناس ماتوا فجأة قدقي يا جماعة طب ليه يا رب ليه الرسائل دي كلها يا رب عشان نفوق من الغيبوبة دي عشان كده انا قبل ما ابدأ درس الليلة انا عايز اكتنسيم الشاشة الوقت المصين انا عايز اكتنسيم الشاشة معايا مصين نص تفتكر معايا المغني المطرف فلان الفلاني اللي عاشته العمره مسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس ولما ملك الموت نزل خد روحه خد روحه وهو مسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس والنص التاني ماش هتشوفته بعيني على شبكة الانترنت احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي يعني غربت كده في لحظة ورأسه وقعت على كدفه سبحان الله العظيم مات في لحظة في لحظة كأنه روحه خرجت تأسيل كما تأسيل القطرة قلت سبحان الله ده عاش على الغنى فمت عليه وده عاش على الدعوة فمت عليها انت عيشت على ايه انت عايش على ايه اختار موتك من الوقتي اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه مشهدين ما تسهمش ابدا مشهدين انا عايزك تقسيم الشاشة نفسين تاني انا عايزك تفضل قسم الشاشة نفسين المشهد الاولاني احدى المرضات الله يرحمها وكنا في المستشفى وكانت نزلة يعني نزلة في بلد غير بلدها وفجأة تعبت صحيا نقلوها المستشفى حالتها تدهورت بسرعة جدا لدرجة ان في خلال اقل من دقيقتين كانت تدهورت في غيبوبة ما احناش لحين نعمل لها حاجة لم تلاح تيس ضغط ولا سكر ولا تحليل ولا حاجة الموضوع بيتدهورت بسرعة شديدة نامت في غيبوبة واحنا وقفين طب نعمل ايه طب نلحقها ازاي والله العظيم يا جماعة لقيتها ويا في غيبوبة قامت كأنها سليمة زي زيت كده بالضبط قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقاميتها قلت يا يهدي يقينا عشت على لا اله الا الله عشان ربنا يومتها على لا اله الا الله عشان ربنا يرزقها الخاتمة العظيمة المشهد التاني في الطيارة واحد راكب جنب رجل اعمال ومعه الشنطة وصفقات ومسافر من صفقة رايح صفقة وهو في الطريق ينزل ملك الموت ملك الموت ينزل على رجل الاعمال مرجل الاعمال بيموت الفلوس هتنفع بايه مفيش نفع هنا فبدأ اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش في الاخر بيقول له الكلمة دي مش قادر اقولها مش قادر تقولها ليه ما عش عليها يا جماع ما عش عليها ماشي في قلبه قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس ده قلبه هنا مفيش في قلبه لا يله إله إلا الله يقوله زي احنا نقولها ولا مش هقولها ما هؤلاء إله إلا الله عامناه زي شريب كاسد اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله انت سجلته على قلبك ايه انت مليتي قلبك بايه انت تحشحنت قلبك بايه يا جماعة الشاشة لسه مقصومة نصين ما نقفلش الشاشة الوقتي مشهدين لسه برضو ما يتنسوش المشهد الاولاني مشهد داعية كان ركضوا العربية عالطريق السريع وفيه لقى عربية فيها ولد وبنت شاكلهم في مقصية الله طايرين عالطريق السريع بيبصلهم لقى الولد والبنت بعد فترة دخلوا تحت عربية نقل حبصة قاتلة الداعية جرب العربية بتاعته ناحيتهم وقفها عندهم نزل على الولد يلحقه وبيحتضر انه يقول اله الى الله بيقول نزلت عاق تقولوا اولي اله الى الله لقيتوا بيقول لي انا بكره انا بكره وانها يا se päAllah قلت يا وهو يحبه من ايه هيحبه من ايه هو عرفه فيل عشان يحبه هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربي بنا عشان يحبه هو دخل جنع ولا سمع درس دي عن ربنا قبل كده فيله عشان يحبه هو طقطه قبل كده انت عشان ربنا يكرمه بسبب طاطه فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه هيحبه ازاي هيحبه ازاي الغالبان ده ده هو فعلق نفسه تحت عربية نا انا بكرهه هي دي اخر كلمة بتقولها قبل ما تقبله هي دي اخر كلمة بتتقفل عليها صحفتك النص التاني من الشاشة بنت فتاة ملتزمة دخلت قط العمليات وصممت ان هي تدخل ويها صائمة لله سبحانه وتعالى خرجت من قط العمليات انسان عاشت على حب الله سبحانه وتعالى خرجت من قط العمليات ويها بتفوق من البنك اللي فقال بها ولي بيطلع اللي فقال بها كان ايه فلان علان الموضوع الفلاني اللي فقال بها كان ربنا خرجت من قط العمليات تقول انا بحبك او يا رب انا بحبك او يا رب وماتت قبل ما تفوق من البنك ماتت وهي بتقول انا بحبك او يا رب ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت ودي واحدة بتقول انا بحبك وهي بتقبله وروحها بتصعد اليه دي عاشت على حب الله وده عاش على هجر اي طريق يوصل الربنا سبحانه وتعالى يا اخواننا هنموت على ايه يا اخواننا من عاش على شيء مات على ايه انت عايش على ايه اللي انت عايش عليه الوقتي لما ملك الموت ينزل هينزلك وانت على ايه اللي انت عايش عليه الوقتي ليلك قيام ولا غفلة نهارك طاعة ولا غفلة دلنا ونهارنا جماعة احوالنا ايه احنا مستنيين ايه منتظرين ايه الوقتي المتات بتاعتنا والمتات بتاعت الصحابة الوقتي الموتات بتاعتنا ايه اللي عيد جاب كرة في العرضة الرجل مات في المدرجات لا لا دا جاله زبحة صدرية لان تمن الاسهم اللي عاملها في البصرة ببورتة نزلت لا 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 دا بسبب اللحمة الملبسة والكتشب والميونيز الاوردة بتاعت القلب بتاعته تسدت مات جاله جلطه مات لا لا دا بسبب في طابور العيش اتشكل معقول مسلم عشان رغيفه وقتله دا بسبب خمسين قرش اتشكله وقتله بعض دا لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت دا لما حبيبها مات راحت انتحرت مش دي متات الوقتي بتشوفها الوقتي في المجتمع متات الصحابة متات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخلة وبيضربوا بالسعام في دور الجلبي قطعوا قبل ما يقتلوه ويقولوله اطرب ان يكون محمد المكانك عليه الصلاة والسلام قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشك بشوكة خبيب الموتة دي كانت سبب في اسلام سعيد بن عامر حرام بن ملحان لما وقف في وسط الجزيرة العربية يدعو الناس الى الله المشركين من وراته عنو بالحربة في ظهره وبيتكلم عن ربنا فضل يجيب الدم ينصره على راسه ووشه وهو بيقول الله اكبر فسته يا رب الكعبة اللي قتل واسلم دي متاتهم يا جماعة دي متاتنا احنا نموت ازاي انا عايز اسألك الوقت قبل ما ادخل في الموضوع بتاعت بس انا عايز اسألك الوقت انت تموت ازاي انت استعدت لللحظة الفجائية اللي في اخر خمس دي قبل الموت ولا لا يا اخواننا اخر خمس دي قبل الموت الشيطان بيستعدل كل واحد من الوقت الاخر خمس دي قاية فتنة الممات اللي الرسول حذرنا منها لما الشيطان بييجي في اخر خمس دي قبل الموت وانت بتحتضري وانت روحك في الحلقوم ويحاول يشكيخك في دينك ويحاول يعيد لسانك عن كل اله الا الله ويحاول يفكرك بمعصيك عشان يقنطك من رحمة الله ويحاول ينسيك انك انت تتشاهد الشيطان قبل ما تموت فتنة الممات الشيطان عارف ان الاعمال بالخواتين فعايز الخاتمة بتاعتنا يضيعها هنعمل ايه اخواتنا هنعمل ايه هنستعدل اخطر لحظات في حياتنا ولا لا هنفوق ولا لا هنستيقظ ولا لا انا الدرس بتاع الليلة صرخات صرخات من تحت التراب مش صرخات من انا صرخات من الناس ماتت وبعد ما نزل تحت التراب صرخت واستغاثت والصرخات ده انا جاي نقلها لكل ليلة انا جاي ده للصرخات ديت من ناس ندمت بعد ما نزل تحت التراب للأسف الشديد للأذف الصراخات دي جاية تفوقنا احنا من الغيبوبة اللي احنا فيها اول صرخة معايا صرخة من تحت الطراب للبنات اللي في غيبوبة للبنات المتبرجة انا عايزك تقف تفتح الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللبس ده اللي هقابل بيه ربنا ده اللي انت هتتحاسب فيه قدام ربنا ده اللي انت هتتحاسب عليه حتة حتة قدام ربنا وحتة حتة البستيها كم مرة وفتنت بيها كم واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى وتبص العلمة المكياش واحدة واحدة هتتحسب عليها زر زر قدام ربنا سبحانه وتعالى احدى الفتيات ماتت ويا شاب الله يرحمها جات احدى النساء تغسلها فوهي بتغسلها جات تصب المية على جسمها لقىت لحمها بيتهرى لحمها بيدوب مع المية الستة ترعبت حاولت تغسلها لحمها بيدوب سابت الغسل يا كون مش هكمل في شاكمل اللي مش بكملها غسل وماشت وسبت البنت راحوا دوروا على واحدة مغسلها تانية جات المغسلات تانية جات تغسل البنت كل ما تصوب المية على حتة من جسمها جسمها يتiséري جسمها يدوب من بعضه الستة ترعبت حاول التاني ترعبت سابت الغسل ومüşت قالت انا مش هغسلها انا مش اكمل غسل راحوا جابوا واحدة تالتة وعارفين ان هيها تهرب قَفَلوا عليها الباب المفتاح من بره فلما جات تغسلها ولاقت جسمها بيتهرى ترعبت لاجت تخرج من البب لأ لقيت الباب مقفول قاعدت ناجع لهم قالولها مش هنخرجك إلا لما تغسلها طب غسلها زي أعملها أي حاجة تصرفي بدأت تصب المية بقدمة رفكم أي طريقة والبنت الأحمق بيتهري لغاية ما غسلتها وكفنتها قالت لهم أنا لازم أعرف دي كيف بتعمل إيه أنا لازم أعرف بتعمل إيه فضلت وراهم لغاية مفاتحة الدولاب بتاعها أول مفاتحة الدولاب وشفت اللبس وشفت البناطيل وشفت التائرات القصيرة وشفت الفيزونهات والباضيهات أول ما شفت اللبس بس خلاص عرفت عرفت إن كل مرئ يبعث على ما مات عليه إن اللي مات على لبس يخضب الله بيبعث على هذا اللبس والعاذ بالله عكس البنت اللي دخل الجامع رضت إنها تسمع ربنا كنتش محجبة طلعت درس على الحجاب سمعت عن الحجاب البنت انفعلت بكت قالت أنا مش أخرج بالمسجد غير محجبة هتولي حجاب هنا لبسوها حجاب قبل ما تخرج بالمسجد خرجت بالمسجد دخلت لربنا وهي في الضلال خرجت والنور مالي قلبها ومالي حياتها خرجت وهي لبسها لبس الحجاج بتعد الرصيف بفرح بأول مرة في حياتها طائرة وحسة إنها ملكة بتعد الرصيف يا فرحانة جات عربية خبطتها ماتت سبحان الله العظيم ماتت بعد ما تحجبت بدقائي دي لو كانت ماتت من ساعة واحدة كانت ختمتها بقى شكلها إيه دي ماتت وهي تائبة لله المرأة اللي كانت معجوزة على السفينة والسفينة والناس كلها بتجري على طوال النجاة وهي بتجري على كبينة انت بتعملي إيه أجيبي النقاب بتاعي نقابك إيه إحنا نموت إلا نقابي إلا حجابي وأصبت إنها تنزل تجيبي النقاب بتاعها الأول هو ده العفاف يا جماعة رسالة صراخات من تحت التراب لكل واحدة ماتت على التمرش بدون تبقى إلى الله لم يعفوا الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفوا الله سبحانه وتعالى يا أخواننا عايزين نستيقل الصراخات اللي طبعا من تحت التراب الأيام دي بقى كتير قوي يا جماعة صراخات من تحت التراب لكل شاب بتفرج على موقع إباحية موقع من التباحية قنوات فضائية منحلة اختلاط في الجامعة التنزل الجامعة الوقت بعد العقصة تلاقي العيال والبنات قاعدين قاعدين كأنهم قاعدين في بيتهم قاعدين فرشين على الأرض كده قاعدين مستربعين إيه يا جماعة فيه يا أخواننا ده إحنا لسه لسه ورانا حاجة اسمها يوم إيامة انت بتعمله إيه يا جماعة انت بقى لك خمس ساعات قاعد ربنا غضان عليك من خمس ساعات بيبصلك نظر غلب من خمس ساعات وانت على المنظر ده والشباب اللي بيزني والشباب اللي متجاوز عرفي والشباب بتاع العنى السرية والشباب بتاع الاختلاط صراخات من تحت التراب لهؤلاء الشباب لللي ماتوا على هذه الأحوال الممثل اللي ماتوا في حجرة الزنا الشاب اللي رود فتاة عن نفسها قالت له أنا مستعدية بس على شرط إنك تودين مكان محدش يشوفنا فيه قال لا أنا هوديك مكان ربنا ما يشوفناش فيه والعزو بالله راحوا المكان اللي زعمه نزل ملك الموت أبض روحه وهو في هذا المكان البنت جلن يا رعطبي خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه أخد روحه بيقول ما يشوفه أخد روحه الشاب اللي حبيبته جافله الشقة لغايت عنده لما فتح باب الشقة وشافها لقاها في قمة الجمال حاب يعبرها عن انبهاره بجمالها نزل سجد لها ملك الموت أخد روحه وساجد مات وهو وساجد ليها والعزو بالله مات على الشرك والعزو بالله الشاب اللي يعني وهو مع فتاة على الطريق السريع عملوا حدثة والعزو بالله والعزو بالله وبيرتكب يعني الجريمة يهتز لها عرش الرحمن عملوا حدثة مات أهله ماردوش يستنوا للفجر ده فانهم من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحة شابه وفتاة كانوا على الطريق السريع وإيه لقوا في شوم لوري عربية نقل الشاب من ربكيته جه يدوس على الفرامل دسعى البنزين نزل تحت العربية والعزو بالله تخيلوا أخواتنا تخيلوا الخواتيم الخاتمة ممكن تجي والإنسان بيعمل أي حاجة ممكن تجي لك وتبطيع وممكن تجي لك وتبطع في ممكن تجي للبنت اللي لبست الحجاب بالدقايق وممكن تجي لواحدة متبرجة ممكن الخاتمة أخواننا تجي لواحد زي خاتمة عكرمة بن أبي جاهل رضي الله عنه حسن الخاتمة بقى الناحية التالية بقى الناحية الجميلة بقى الوسام الجميلة اللي احنا نفسنا فيه عكرمة اللي لما أسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ أسلم يعني لما التزم التزم صح لما تبتب صح لما دخل دخل صح لما علف ربنا حياته تغيرت وتقلبت ومرجعش تاني خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه تعالى يعني كلمة من أبي جاهل مات هو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم وجورح دي راح بالغة اتنقل لخيمة الجرحة وهو بيتعالج في خيمة الجرحة هيموت من العطش جابوله مية جاي يبص في المية سمع أخوه اللي جنبه أطشان قال لهم لا إسأخوه اللي جنبي راحوا يسأخوه أخوه سمع التالت عطشان قال لهم إسأخوه اللي جنبي راحوا للتالت لأمات رجعوا للتاني لأمات رجعوا العكرمة لأمات مات مجاهد في سبيل الله وان شاء الله شايت في سبيل الله ومؤثر إخوانه بشربة في المية أحوض ما يكون إليها يا أخواننا الخواتيم الحسنة واسم شرف يوم القيامة في الحر والعرق والفزع والشمس والشمس على بعض مين من الرؤوس ومتعامد على الرؤوس والظلام الرهيب والطراب والفزع الأكبر وإحاطة الملائكة بالبشر ومليارات الملائكة منتشرة وسط البشر مفيش مخلوق يقدر يتنفس في وسط الواقع الرهيب ده تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك إه ده إنت مين ده متوى بيحجة وبيعتمر يا يا سلام على الموت الحسنة يا سلام يا يا جماعة والله العظيم يا علوثام الشرف إلا أهل الخواتيم الحسنة بيخرجوا بيه وفي وسط الفزع ده وكله بيجري أهد يشحك من بعض حسنة 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 وكله بيهرب من بعضه وكله بيركب فوق بعضه كالجراب المنتشر وكله بيفرق من بعضه وكله مش طايق نفسه من الحر تلاقي واحد ساجد بكل سكينة وبيقول سبحانك ده إيه ده ده متوى هو ساجد زي الشكل كالله يرحمه لما متوى بيصلي ونزل من ركوع للسجود ربنا يتقبل منه ويدخلوا في الصالحين الخواتيم يا شباب الخواتيم يا أبا الخواتيم يا جماعة الخواتيم هنعمل فيها ايه اخر خمس ده قبل الموت هنعمل فيهم ايه الناس والعزو بالله كان عندنا في الكلية كان في الطب الشرع يورونا صور الناس مقتولة وميتة عشان الطب الشرع وظفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى ده وظفة الطب الشرع كان من ضمن الصور صورة شاب مات وهو بيعمل عادة سرية جاله اختناق ومات والعزو بالله صورته تصورت وكل سنة دفعة بتتفرج عليها ايه الفضيحة دي ايه ده ايه ده ربنا ما افضحش حد من اول مرة ابدا ابدا يا اخوانا تخيل الشاب اللي بيعمل عادة سرية تأمن انك تموته انت بتعمل دي الشاب اللي قفل الباب بتاع وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع اوالهزو بالله اتأخر ساعة اثنين تلات اربعة امه ما اش عارفه اتأخر ليه كسروا الباب دخله لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي يا لالفضيحة يا لالخدس ده لما يقابل ربنا يقول له ايه ده مصدته يا جماعة مش انه كان متفرج على الموقع انتو عارفين انه مصدته ايه ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق المعصية الصغيرة بتكبر اوي اوي ده حاجات بتبقى في قلبنا واحنا بنعملها المعصية الصغيرة بتكبر بالفرح بايها خد السجارة دي والله انت بتديني سجارة دي يفرح تتحول السجارة من صغيرة وكبلي كبيرة المعصية الصغيرة بتكبر اوي بالحزن عليها لو راحت ده الفرع الفلانية ماش جاية ده الحفل الفلانية اللي كان المطرب الفلانية جاي فيها تلغت ده تطلع الفلانية ولا تطهر الفلانية ولا الرحلة الفلانية تلغت ياه ده نزعلان زعله ده يحول الصغيرة الكبيرة ياخوانا ياخوانا الحزن على المعصية لما تروح بيخليها كبيرة من الكبائر الفرح بالمعصية لما تيجي بيخليها كبيرة من الكبائر مراقبة المخلوق وان الشاب بيخبف قطه ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقة ما حدش عارفه حاجة فيها معصية لله بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله ده بيخلي المعصير ولا يخبيها في فولدر جوا فولدر جوا فولدر على الهارد نسك بتاعه الكمبيوتر ده بيخلي المعصير تتحول الى كبيرة مستغيرة ولا عاذو بالله يا شباب يا أخوانا الخواتين هنعمل ايه هنعمل ايه اخر خمس دي قبل الموت السواء اللي بيقول وام عدي لا عربية لودر طلعت على جنب الطريق طحنت عجنت خمس ست عربيات وهم بيشؤوا الصفيح عشان يطلعوا الجثث من تحت العربيات لقوا عربية كان فيها شاب وفتاة حلت زنا بيزنوا ربنا يصحقهم في اللحظة ده ايه يقينا دي مش اول مرة اصلا ربنا بياخدش من اول مرة ربنا بيأخذش من اول مرة ربنا بيعقبش من اول مرة انما العبد لما يتمادى 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 طب تعالى بقى يا صرخات من تحت الطراب للي بيأكل حرام للي بيأكل فلوس ربا للي بيأكل ربا بنوك للي بيقولك لا ربا البنوك لا البنوك حرام انا احطها في البوستة واخد اتفويت بتاعتها طب وإيه الفرق سبحان الله احنا لما جبنا الخنذير ودهنا بني وكتبنا عنه خروف بقى خروف ما بقاش خروف ما هو نفسه ما هو نفس الحرام اللي فتح قتليه اللي فتح قهوة اللي فتح قتليه اللي فتح مصروح حرام الشاب اللي اول ما تخرق طلع يتشتغل اي شغلانة حرام ولا حلال يا اخوانا اللي كان ورث اللي كان مال يتيم صراخات من تحت التراب لأهل المال الحرام احد اخواننا الدعاء خبط على بابه في يوم واحد ثلاثة اخوات فلما فتح لهم الباب فبيسألهم عايزين ايه قالوا له احنا الثلاثة ابونا مات لسه ميت احنا الثلاثة في ليلة واحدة كل واحد فينا شاف ابونا ابرم ولا عليه والعزو بالله قلت سبحان الله ده مال حرام ده كان ورث حد ده كان مال يتيم ده كان مرتشي ده كان ظالم ده مال حرام النار اللي في القضي دي يقين المال حرام والعزو بالله مال حرام المال حرام احنا بستصرين به المال حرام اللي بقى منتشر في المجتمع الوقتي اللي بقى الناس عادي حاج فلوس وخلاص حرام حلال ما كله بيأكل مال حرام كله بيأكل نار اكل نار كله بيودي نفسه جهنم ما يودي نفسه جهنم انت لو تلف عليك كفنك حد منهم يرضى يتلف عليك كفنك مكانك انت لو نزلت تحت التراب وتسألت بالملكين حد منهم يرضى يتسأل مكانك حدش هيرضى يبقى اتيه لحظة دي اتيه ربنا اذا كنت ما تقدرش على عقوبة المعصية ما تعصيش اذا كنت ما تقدرش على عقوبة الاعراض ما تعرضيش اذا كنت ما تقدرش على عقوبة النفور من الله ما تنفرش من مولاك سبحانه وتعالى جنبنا برج حرامي دخل يسرق شقة من الشقق والشقة كانت فاضية سرق الشقة دخل من المسقط وهو خارج من شباك المسقط سبحان الله إزاي الله أعلم خارج من شباك المسقط جث متحشر في شباك المسقط فضل محسور لغاية ما تخنق ومات بعد يوم أو يومين واحد بيبص من المسقط شام ريحة أو شوف المنظر لقى جثة متعلقة في المسقط الراجل ميت وإيديه فيها السرقة اللي سريعها يا ربنا بيفضح الناس يا جماعة ربنا بيفضح لا ربنا ستين أمال دول اتفضحوا ليه لأنه معاشوا كده فماتوا كده لأنه بارس ربنا بالمعصاة دي مليون مرة وربنا بعث له ألف رسالة ومفرح له ألف مرة بابة طبع الرحمة مرضاش خلاص انت اللي مصر على كده ولا عزه بالله انت اللي مصمم على كده ولا عزه بالله كان على أحد المشاة في شبكة الانترنت يعني كانوا جايبين منظر يعني جايبين منظر الفتاة بس مش جايبين منظر حاجة غير الوش بس فتاة كانت بتصور فيلم إباحي ولا عزه بالله وماتت وها بتصوره وجايبين منظر وشها وملك الموت بياخد روحها ونظرة الفزع وتبريئة العنين ومنظر وشها ويا مرمية على الأرض والعروق بدأت تظهر في وشها وتعرق في وشها ومنظرها النهائية وهي ميتة مرمية ميتة ومنظر وشها منظر قبيح دمين مرعب يصيج بالهلع ولا عزه بالله الخواتيب الإنسان ممكن يموت على أي حاجة مش شارطة على طوارق على مصيح على أي حاجة كان في دفعة كلية الطب من سنوات من سنوات العشرة الأولى على الدفعة العشرة الأولى حابوا انهم يعملون لهم حفلة تكريم لوحدهم ورحلة لوحدهم الأوتوبيس اللي طالع بهم عمل حد سلع عشرة ماتوا الأولان اتلقى المستشفى في الطوارق وكان عنده نزيد في المخ الدفعة كلها عملت انقلاب عملت مظاهرة لازم يتعاملوا يجيلوا طيارة تنقلوا يتعالج برا على حسب الدولة ده صاحبنا ده حبيبنا يسيبوا يموت ازاي لغاية ما نزل لهم عميد الكلية قال له والله العظيم يا جماعة والله العظيم لو فيه أمل فيه هنا أو برا كنا نقلناه انما انتم بتتكلموا فيه الموضوع خرج من ايدان البشر ومات ومات الله يرحموا دنيا يا اخوان اللي كانوا جايين في السلام 98 جايين من السعودية أكثر من ألف شاب مصري الله يرحموا ما يتقبلهم شهداء انتم عارفين الشاب اللي بسافر في السعودية كل غالب بيسافر بتأشيرة عمرة مش تأشيرة سعد عمل ويقعد يشتغل أربع خمس سنين لغاية ما السلطات تقبض عليه وتمسكه وترحله أربع خمس سنين ما شافش أهله أربع خمس سنين مستحمل حياة صعبة أربع خمس سنين بيأكل في الشارع أربع خمس سنين سكن سكن أي سكن وأي تعب وأي راق راجع عايز يبلي وعايز يعمل وعايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يشوف أهله وعايز يشتري وعايز يلبسه وعايز يأكل في لحظة السفينة تتحرق تتقلب يوقعوا يبوتوا في لحظة احنا كلنا في السفينة دي كلنا في سفينة الدنيا في لحظة أي حد مننا بيتشال يا جماعة يا أخوانا كل واحد مننا له مستقبلين مستقبل مظنون ومستقبل يقيني المستقبل المظنون انت ممكن تفضل طول عمرك تحصل شهادة هتموت قبل ما تكسب من وراه شيلن انت ممكن تفضل طول عمرك مسافر برا في عقد عمل هتموت قبل ما ترجع تستفيد من كل الدنيا دي مستقبل مظنون 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 شديدك هتاخد أي حاجة قبل بتسعى اليها انما الاخرى مستقبل يقيني يقينا هتموت يقينا هتتحاسب يقينا هتعرض على الله يقينا هتعذي من عصرات يقينا نجدنا اونار يقينا عندنا يقين قدي بالاخرى المستقبل اليقيني حد يشتغل عشان المستقبل المظنون ويسيب المستقبل اليقين يا جماعة حد يعمل كده خواتيم صراخات من تحت الطراب صراخات بتستغيط باللي بشرب مخدرات بالشباب اللي ماشي يشرب مخدرات الشباب اللي بشرب ترمضان وصبادرين وكميا وكماوي وبنجو وحشيش وروين واسيون وخلطات وتركبات يا اخواننا ده الرسول بيقول اللي بشرب الحاجات دي له في جهنم رضغة الخبال الخبال يعني بيتخبل مخه لما يشربها رضغه يعني طين طين ووحلف طore جهنم والعزو بالله بيشربوا اللي كانوا بيشربوا مخدرات في الدنيا يتخبل عقلهم زي ما كانوا بيخبلوه بأراضتهم في الدنيا يصابوا بالجنون والعزو بالله في جهنم لما يشربوه لما يشربوا بمرارو حرارته ونارو والعزو بالله حد يا اخواننا يواهрт دي نفسه جهنم برجله المخدرات احد اخوانا اللي بيغسل اموات بيقول لي كان بيغسل شاب لقى جسمه سود بطريقة فضيعة ومناخيره بتنزف دم ودنه بتنزف دم واخوه واقف جنبه قاعد ينهنم البكاء فسأل اخوه بيقول له اخوك مات ازاي يعني شكله غريب فقال له ربنا يغفل له مرضاش يقول له بيقول لي وانا بقلب ايده عشان اغسلها عرفته ومات ازاي لقيت مكان بسرنجة المخدرات لسه معلم ولسه الدم بينزف من المكان بتاعها عرفت انه مات في جرعة زيدة الشاب اللي دخل حمام الجامع ياخد جرعة مخدرات مات في حمام الجامع في جرعة زيدة الشاب اللي دخل حمام بيتهم عشان جرعة مخدرات مات ووشه في مرحاض البيت والعزو بالله في مرحاض الحمام والعزو بالله خواتيم اهل المخدرات خواتيم عفنة خواتيم سيئة لا يضارحها في السوق غير الصراخات اللي جاية من تحت التراب عشان خواتيم اهل الغناء والمعاذبة خواتيم الشاب اللي ما عرفش أنه مغر على اغنية الشاب اللي ماشي في الشارع بالمبسري ما هيقدرش ماقدرش يفشي من غير اغنية ورا اغنية ورا اغنية مدمن عامل زي قلبه بياخد جراعة الاغاني ما هيقدرش بطلها الشاب اللي كل الاغاني اللي منزلت ولمنزلتش عنده الهارد ناسك بتاع كمبيوتر مليان والمبسري بتاعه مليان وشرائة الكاشة عنده مليانة والعربية والأغاني من تحت العربية مليانة الشاب الآخر أغاني دي بالنسبة له حياته يا أحد الشباب وكان بيشتغل في فرقة من فرقة الأغاني ومن أصعب الخواتيم خواتيم أهل المعاذف ولا عزو بالله لأن أثر المغنيين والمغنيات في تضيع الشباب أكتر من أثر حتى المجرمين والمجرمات ولا عزو بالله كان بيشتغل في فرقة من الفرقة وربنا إذن ويتوب ويرجع لربنا ويسيب الفرقة ويسيب المعاذف ويتوب لربنا ويصحب الدعاة ويحضر الدروس ويصلي ويعرف ربنا وقلبه ينور وصدره ينشرح وترجع سياطين الامس تاني ويلفه عليه تاني هتكسب منين وهتاكل منين وهتصرف عليك منين هتستحمل هتستحمل لأمتى ومن قال إن أحرام ويا عمي إن الله غفور الرحيم وإنت أتعمل إيه بدأ يضعف بدأ أحد الدعاة يقول له ما تضعفش يا ابني وهو يرجع يرجع وقع أيام أيام وكان بيتصلى عليه في الموت والعزو بالله مات بعد انتكاسه من أيام مات بعد ما ساب طريق ربنا بيام مات وبين وبين حساب الملكين ساعات يا اخوانا ساعات أحد الشباب اللي مات فحدثة على الطريق فكان معاه واحد نجا فجاب شريط كاسد كده وعليه دم شريط أغاني كاسد وعليه دم وانده الواحد يقول له ايه ده قال له الشريط ده هو اللي كان مشغله في العربية ساعة ما مات شغله أول مرة ما اشتغلش رغم منها عربية ايه أحدث موديل مش من نوع اللي ما اشتغلش من أول مرة والعاجة شغله تالي مرة ما اشتغلش تالت مرة اشتغل لبقى أصر بقى ربنا عصمه من نفسه مرة واثنين أصر خلاص إلا من قبل هيحصل ايه هيحصل ايه لو الواحد أصر على المعصية مين يعمل لك أي شيء وانت مصر على المعصية ولا عيذ بالله الشهداء المصرح اللي ماتوا هما بيمثلوا والشموع مسكت في الستاير المصرح ولع أول ناس ولعت الممثلين وبعد كده الجمهور عاش على المصرح فمات عليه عاش على التمثيل عاش يمثل عاش يمثل عن ناس فماتوا بيمثل الناس الممثل اللي مات منتحر والممثلة اللي ماتت منتحرة والممثل اللي مات في أبشع موتة وأفقر موتة والعزو بالله والممثل اللي مات وصحة لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعدما الناس دفنته وبتحسبه انه هو مات طلع لسه هاي خواتيم يا جماعة خواتيم اهل المعاذب خواتيم اللي اقضلوا الناس خواتيم اللي حربوا الدين وحربوا الحق خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب هتوب بس شوية هتوب بس يعني فترة كده انا ان شاء الله بقى كويس بس خليكم معايا انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعة تعالوا حطولي شرائف دنيا على الهارد وديسك بتاعي يا جماعة تعالوا ادوني وبعد كما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجة ولا سبحان الله مرة لقيت واحد بيقول لي فلان مات ايه فلان فلان مات ازاي مات نزلت الكلية بتاعته عشان اشوف مكان بلد وعشان انزل اصلي الجنازة عليه نزلت لقيت الاعلان بتاع الناعي بتاعه متعلق واصحابه ولاده وبنات تحت الناعي قاعدين يجروا ورا بعض الولاد ورا بنات ورا الولاد قلت يا يا تفتكر فلان فلان صاحبنا لما مات سبحان الله العظيم اخو فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يوقف جنبه خرج برا فتح العربية شغل الاغاني وقاعد يشرب سجاير مخنوق عما يغسله صاحبه ياه ما افتكرش صاحبه وصاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل كان احد الناس في الحرم احنا عايزين يا جماعة نلحم عايزين نبتدر عايزين نلحم الفرصة اللي احنا لسه فيها احنا لسه بفرصة لسه اخر خمز دي قبل الوقت نجوش لسه لغاية الوقت يبقى دينا ان احنا نغير مصار حياتنا ان حياتنا لا يمكن تستمر كده ان احنا نبدأ ناخد قرار ونبدأ نصلح اتجاهنا ونبقى حياتنا كلها يقفى وطاعة وانطلق لله ونبقى مستعدين في اي لحظة ان ملك الموت يتنزل علينا احنا مستعدين يا رب احنا مستنيين اللحظة اللي ينقبلك فيها يا رب دي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت كانوا بيتمنوا يموتوا ليه عشان يقبلوا ربنا عشان يدخلوا الجنة عشان ياخدوا صواب الصيام والقيم والجهد والدعوة عشان ياخدوا صواب الزكر اللي ذكروا ربنا به عشان حياتهم بيستعدوا للقاء الله فكانوا بيتمنوا لقاءه ادام الوقت الناس بتترعب بالموت ليه هقبل اقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه وانا يا مأجلت يا مأ احد اخواننا الدعاء اتصلت به يعني واحدة الى تعالى فلان فلان سحالة شديدة شاب من الشباب سحالة شديدة جدا صحيح بيقول دخلت ليه تعيناه فيها نظرة وعب رهيبة واحد يمص للحول agrade كلهم انتو اسموني الواحده اسموني الواحده ازاي انا مقدرش اسموني الواحده في حبس الانفراد اللي تحت اقتراب ازاي انتو غاملوكم اسمتوني الواحده انا مقدرش انتم تحت الواحده اسموني ازاي وعني فيها نظرة هلع واحده ويبصلهم كلهم بيقول فقربت منه وقعدت طبطب عليه وقل له رحمة ربنا واسعة قال له لأ رحمة ربنا مش لي قاله رحمة ربنا واسعت كل شيء قاله لا انا رحمة ربنا مش لي انا زنيت انا شربت مخدرات انا حربت على المقاصي انا عملته وعملته وعملته وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعزو بالله قلت سبحان الله انت جاي الوقت تبكي انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين رحمة ربنا الواسعة العظيمة ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب انت الوقت جاي تندم انت بعد العمر اللي ربنا بدأولك لنسا جاي يا شاب دي حبيب قلبي توب الى الله اه بس لما الامتحانات تخلص يا ابني امتحانات ايه يا ابني الامتحانات دي مستقبل مظلوم لقائك بالله مستقبل يقيني لازم تشتغله الاول الامتحانات الاول خلصة الامتحانات يلا حبيب قلبي لا 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 اما الاجازة والصيف بقى والمصائف عبدي جات الدراسة اللي بعدها يلا يا ابني اما امسك شهادة في ايني مسيك تشهده في ايدك يلا يا ابني على ربنا اما لقي وظيفة الاول واستقر لقيت وظيفة يلا يا حبيبي لا اما تجوز ولاقي بنت الحلال ليه بنت الحلال وكرمك ووفقك لا اما اخلف بابا بقى ليه زرية خلفت زرية اعمل لهم مستقبلهم امن ده عندك ستين سنة موت نزلت تحت طراب قلت يا رب عشر دقايق ارجع اصلي ركعتين توبا لك يا رب يعني انت بقالك ستين سنة مفضتش توقف مع نفسك عشر دقايق تغير مصارك عشر دقايق تتوب لربنا عشر دقايق تصلح ركعتين تصلح ركعتين توبا هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى يا جماعة هنفوق امتى هنتوب امتى هنصيقض امتى هنستعد الاخطر امتحان في حياتنا امتى هنستعد الامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجة امتى امتى يا جماعة امتى خواتيم اهل التسويف اللي قال سوفا اللي قالت هتوب اللي قالت ان شاء الله هتحجب اللي انت ما تجوز ان شاء الله عرف ربنا انا يا رب جايلك ان شاء الله بست شوية بس ان معيش شباب يا رب اللي اجل واللي تأوت دول ما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم في وش الحرم المكي فندق له واحد صاحبه يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم عمره ما دخل احد الناس من قرية من القرى اللي جنبنا شغل معاه في الفندق بيقول لما مات لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم الراجل بيقصد ان حاولوا يدخلوا جثته من كل بواب الحرم ولا باب عرفوا يدخلوا الجثة منه ولا باب قدروا يدخلوا الجثة منه لغاية مصطلة خلصت والصالة امتهت وما تصلاش عليه في الحرم انت بدخلتش بيتي وانت حلق حقي على رجائك الله عزيز مش هدخله لك مش هدخله لك وانت بيت ولا حتى وانت بتصلي عليك مش بقول لك يا اخواننا فيه ناس متفورش غيروية بيتطلى عليها فيه ناس ما متفورش غيروية بتاحت الطراب احنا عايزين نفوق احنا لسه فوق واحنا لسه نقدر نصلح واحنا لسه نقدر نغير واحنا لسه في اي دينا جوارحنا في اي دينا الروح ما خرجتش من اي حتة منها كل حتة في جسمنا الروح فيها لسه نقدر نط Airbyنا ربنا سبحانه وتعالى هنستعد امتى الزنوب اللي علينا هنتوب منها امتى الطعام اللي فرطل منها نعوضها امتى الفرايد اللي مطلوبة منها هننفذها امتى هنبقى على مراد ربنا سبحانه على امتى صرخات من تحت الطراب لأهل الاستهتار لكل إنسان مستهتر لكل بنت مستهترة لكل مغني مستهتر لكل شاب مستهتر لكل واحد في الدنيا كلها مستهتر صرخات كان أحد الملياردرات اللبنانيين ملياردير وكان يعني بيعمل حفلات وخمر وزنو مع أصحابه فراح بنى لنفسه مقبرة بملايين الدولارات رخام كله مستورت قال لهم المقبرة دي احنا الوقت بنصهر فيها ونوقع في الزنة ونشرب خمرة لما موت ودفن فيها تعالوا صهروا وهطلع من تول بيتي واصهر معاكم هذا الرجل وهو راجع مرة لبنان في طيارة تقع الطيارة في البحر المتوسط يموت ما يعثرولوش على جثة حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها ورثه كله يروح لبنته بنته تموت مالهات زرية غير كلب كان عندها كل الورث دا يروح للكلب في الاخر في الدنيا وهو مات حتى الان حتى ما تدفنش في المقبرة اللي كان بيتكلم عليها سبحان الله الاستهتار وحش اوى يا جماعة ملاش تستهتر يا شباب يا شباب ملاش تستهتر لما الواحد بيوقف مجوعة من الشباب ولا يتكلم مع شاب ولا يلاقي ولد وقت مع بنت في مكان غريب كده يقف يكلمه يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتحبها لو بتحبها خف عليها انت كده هتودى جهنم ويا لو بتحبك تخاف عليك زي يا كده هتودى الجهنم هتخلي ربنا يلضب عليك تقف تكلمه وتحس بقمة الاستهتار وبيبصلك وبيسمعك استهتار يا جماعة مستهترين ليه في بلد من البلاد اللي جنبنا احد الشباب كان شاب عاصي تدخين مخدرات بنات كل حاجة شعوات كل حاجة وفجأة يلتزم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولما يلتزم يلتحي ويكتهد ويبقى من الناس بتاع سنة ويكتهد في الدعوة ويبقى من انشط الشباب في الدعوة في هذه القرية ويفضل على هذا الامر فترة ويطلب علمه ويبقى شاب ما شاء الله مال الدنيا خير وفجأة يفتن فجأة امراض القلب القليمة تصحى فجأة شلة سوء القليمة ترجع فجأة نوازع الجحود لنعمل لها تصحى يبدأ يرجع تاني يبدأ ينزل يا صاحبه بيقول لي شفتوا حلق دقنه يوم فعايزين يكلمه تاني يوم ماشي ماسك السجرة في بققه عادي دخم تتشارع كأنه بيقول محدش كلمني محدش يلعب مني محدش يقرب مني بيقول لي صاحبه تلت ايام وكنا بنصلي على جناسته تلت ايام وكنا بنصلي على جناسته دي مصيبة الاستطار مصيبة الاستهطر مصيبة الاستهطر انه في اخر لحظة ممكن يضيع نفسه قبل ما صاحبته تتقفل بساعات يدمر نفسه ويضيع نفسه يا عزو بالله صرخات من تحت الطراب صرخات كتير قوي والله يا جماع صرخات كتير وانواحها كتير الشباب اللي مستهطر بالاخترار انت ممكن تعيش على طاعة وتموت على معصيها ممكن حصلت حصلت اللي ما حفظش على نعمة الطاعة اللي ما قدرش نعمة الكلمتين اللي بيسباحوا بالوقتي وما كنا معذبين حتى نبعدت رسوله ممكن الكلمتين ده الاخر رسول ليك اللي مش ما قدر نعمة الدين عارفين كرصة برصيصة عارفين برصيصة العبد اللي فيه كذا قاية من قيات القرآن المفسرين قالوا نظرت فيه برصيصة عبد بني إسرائيل اللي كان بيوت ربِّيه المثل في العبادة في بني إسرائيل اللي بنا صومه على جامل واحد يه demonstrate ربنا للنهار وكان مثل للعبادة والصوى بني إسرائيل عارفين برصيصة الشيطان ما كان شهر عليك يعمل معاه حاجة عايز يجيبه للدنيا مش عارف عايز يفتنوا على الدين مش عارف عايز يفتنوا عن العبادة مش عارف يعمل ايه احد الابال سألو سيبهوني هتعمل ايه سيبهوني راح لبس دي عابد وبنى صوماء على الجبل جنب برصيصة وفضل يعبد ربنا للنهار جنب برصيصة لو برصيصة سعب هو ما تعبش لو برصيصة فاطر هو ما فطرش لو برصيصة خرج يستريح من العبادة عشر ده يقبر الصوماء يلاقي الشيطان ما بيبطرش ذكروا اعبادة شوفوا المدخل يا اخواننا بعد فترة اما الموض برصيصة قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله قال له انا علمك ده انت اللي ولي من اولياء الله ده انت اللي تعلمني قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد الجن مسه الجن يخرج ويسيبه على طول وعلمه اسم كده في عليه وراح الشيطان بدأ يمس اي حد في القرية يجبوه البرصيصة برصيصة يرع عليه الاسم اللي الشيطان علمه ولو يقوم الشيطان يخرج فبرصيصة يعتقد انه هو ولي والناس تعتقد ان برصيصة ولي يروح الشيطان يمس التاني والتالت والعاش والعشرين. لغاية ما الموضوع استوى. خدوا بالك يا جماعة. خدوا بالك يا شباب. خد بالك يا ملتزم يا لها تسمعني. خد بالك يا منقبة يا لها تسمعيني. الف ملتزم انتكس والف منتقب انتكت. خد بالك يا اللي لسه دخل الطريق الجديد. ولي لسه دخل الطريق الجديد. خدوا بالك يا أيها التائمين الجدد. خدوا بالك يا جماعة. عرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي. اللي هو دخل بيوقعه يضيعه ازاي. بعد كده الشيطان راح مسى اجمل فتاة في هذه القرية جابوها البرصيص على طول قرأ عليها الاسم مخرجش قرأ تاني مخرجش قرأ تالت مخرجش في ايه الشيطان جاء له وقال له يا برصيصة ده شكلها كده زنوبها كتير قوي اعادها عندك شوية تتوب على ايديك فلما تقرأ عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج برصيصة قال له انا ازاي لا يجوز ده فتنة احط الفتنة قدام يعني ازاي برصيصة ده انت برصيصة هو انت اللي تفتن هو انت اللي انتحك عليك لا انت لا يمكن تتأثر هي دي المصيبة هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنة هيفضل عقله معاه ما يعرفش ان جوه الفتنة عقله هيتمحد نفس شهوة كثير من الشباب وقع للأسف الشديد يقولك انا عامل قنوات طب شفر القنوات المنحلة لا لذا انا بقلب على الاسلامية بس يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع يقلب يشوف منظر يضيع يجي اعيض بعد كده يا ابني ما تدخلش عن النت بدا ما فيش حاجة ضرورية عشان ما توقعش نفسك يا ابني ما تقفش في ساحة الجامعة وقت الاختلاط والتبرج ما تقفش غالي حاجة ضرورية حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنة الاختلاط حرام اختلاط إلا حرام ده اختي ده اخويا ده نيتي ده بيعافش صحيح الفجر ده بتعيني على صحة الله طيب خلاص خليكوا كده لغاية ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصة حطها قدام برصيصة واهلها وافهم فضل الشيطان كل شوية يصرحها تتكشف يفتن برصيصة يصرحها تتكشف يصرحها تتكشف لغاية ما نرش وفي لحظة عامت برصيصة فوقع عليها زنبها في حمله جالوا الشيطان قال له يا برصيصة تعمل ايه تعمل ايه مش عارف قال له يا برصيصة تتفضح طبو الحل تقتلها وتويها وتقول له اهلها انها هربت قتلها زي ده حرام ام البرصيصة يتفضح اقتلها وهترجع بعدها رجل صالح تاني وهترجع بعدها عبد صالح تاني قتلها وتواها وقال له اهلها ده هربت الشيطان راح لأهل القرية قال لهم ما هربتش بنتكم مقتولة في المكان الفلاني وهي حامل راحوا شافوها لقوا الموضوع مظبوط اهل القرية كلهم طلوا على صلماعة برصيصة يكسروا عليه صلماعة دخل له الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه صلماعة قال له يا برصيصة انت عايز انجيك قال له اه انجدني قال له اسجد لي قال له ايه لا ما اقدرش ده شركب الله قال له اسجد لي وإلا سيبك ما اقدرش اسجد لي سجد له سابه كسروا الباب دخلوا وقتلوا مات على الكفر ولا عزب الله مات على الكفر يعني الشيطان فضل يلف اللفة رأي كلها عشان اخر خمس دايق قبل الموت عشان المعصية مش انا من الاول بقول لكم ان الشيطان مستأني لكل واحد مننا الخمس دايق دول مش بقول لكم ان دول اخطر خمس دايق في حياتنا طب والشيطان ضيقه ازاي من الفتنة من انه هو ما اعتذلش مواطن الفتنة من الاختلاط يا جماعة الاختلاط من الولاد والبنات اللي مالك الجماعات والمواصلات والشغل والعلاقات العائلية وده بنت عمك وده بنت اخوك وده جرتك وده زي مراد صحبك يا اخوانا صرخات صرخات من تحت الطراب كتير اوي اوي صرخات من تحت الطراب لا يحصى عددها كان احد اخوانا رايح يعني رايح زور واحد قدامنا ودي افراح ونوادي الافراح شغلة ايه بقى شغلة ومعاذف واغاني وزي ما انت عايز تقول اول وزي ما انت عايز تسمع تسمع وتبرج والبنت دي سايب اشعرال الكوافر بعد عشر ساعات وده يتلبسه فسان سواري ما انزل الله بيه من سلطان يوديه يا اباه ومه نار جنم والعز بالله ان لم يتوبوا والالفات مدفوعش للمعاذف والفرق فصاحبي هو طالع في بيت واحد في وش النوادي بيقول سمعت صرخ رغيب مرعب فجري يشوف نظر الصرخ ايه بيقول لقيت عروصة وهي بترقص في زفتها ليلة فرحة واعت ماتت ياه افتكرت ساعتها التلت عرائس اللي ماتوا تحت عمارة واحدة في لحظة والعربيات وقفة بالزفة بره مستنياهم في لحظة ماتهم وكل اللي معاهم افتكرت العروصة لليلة دخلتها عرسها حطها على القبري على النيل عشان يتصور ابت واقعة مقلوبة في النيل بدل ما تنام في شاقتها نمت في القبر بدل ما ينام معاها ليلة الدخلة ليلة البناء تصلى عليها في هذه الليلة سبحان الله العظيم احد اخواننا بيغسل اموات وهو بيغسل احد الشباب لا امه من بره بتعيت وبتقول ده والله العظيم كان فرحه النهاردة والله العظيم كان فرحه النهاردة في الودي التين ما فزعته فسأل وفي ايه عرف ان ده كان النهاردة ليلة دخلته الصبح معا كرت دعوة فرح ليه لقى واحد صاحبه على رصيف التاني على الطريق بيجري بيعدي يدي له كرت الدعوة جات عربية خبطته مال ربنا يخفر له ويرحمه ليه الرسالة دي كلها عشان نفوق عشان السايكوز لعيد الاهل اللي من سنتين وقف قمت شبابه واعمد في لحظة شفتها بعيني على شبكة النت لعيب اجنبي في مطش اجنبي جاب جون المطش اتقلب والناس اتقلبت واللعبة اتقلبت وهو بيجري وبعكيه حس ان هو ضايخ جاء الكاميرا مصوراه امايل كده لتحت كده على ركبته بيديه على ركبته زي الراكع لمدة ثواني وفجأة خر جثة هامدة على الارض واعبين الكاميرا جايبة منظر اصحابه بيتجننه هيموتوا ازاي بقى ملك الموت كان معهم في الملعب بينزع روحه وهو حاطت ايله على ركبته محدش داري الخواتيم يا شباب الخواتيم بتروح في لحظة الدنيا بتروح في لحظة الملك اللي قال انا هتهنى بيها يوم هتصفى ليه ما بتصفاش هتصفاني هاتوا جنينا اقفلوها علي انا وفلانة الجارية بتاعتي حبيبتي اللي زي الامر وهاتوا كل انواع الطعام وشربوا محدش يدخل علينا قاعد يستمتع ويصاحبها ويلعبها طول اليوم عند العصر قال له افتح بقك افتح بقك حدف لها عينبايا في بقها يلعبها نزلت في حنجرتها تخنقت ماتت ماتت في لحظة مقدرش يفتوعد صد العين جثتها جنبه جنب العرش بتاعه لغاية ما ريحة الجثة طلعت اضطر انه هيتفنها ما بتصفاش اخواننا ولا هتصفى هي الدنيا كده هي الدنيا كده ومتروح في لحظة والله العظيم وفي ناس ربنا بيرسل لها انتقام قبل خاتمة السوق مش شرط الانتقام يجي عند الخاتمة ممكن قبل الخاتمة احد الشباب في الشرع من الشوارع اللي جنبنا كان والعزه بالله بيقع كل يوم في الزنا مع التتاء وشاب ايه بقى نظافة ورواشة واعطور يعني والعزه بالله شاب حياته كده حياته في الموبقدة ايه فاحد اخواننا اللي سكنين معاه في الشرع بيقول شفتوا مرة ماشي بعد فترة انقطاع لقيتوا هدومهم قطاع وشكلهم بهدل ووشه تايل وماشي شكله غريب جده فبيقول لي فسأل ايه ده ازاي فلال ماشيك جده قالوله ده تجوز ولما تجوز ربنا بتله بمرض مقدرش يقرب من مراته فهو طبعا كان نقطاع السمكة ودله قبل كده فقنا يتجنن فبعد فترة دخل على مراته لقاه بدخونه مع واحد مقدرش اعصابه تستحمل المشهد جاله جنون ولا عايزه بالله فقط عاصله انتقام من ربنا قدام الناس بقى مشهد حي متحرك قدام الناس الناس كلها شايفينه قدام عنهم انتقام ربنا قبل خاطمة السوق ويا ما ربنا بيبعث لنا الرسالة يا جماعة يا ما في رسالة تحذير احد الشباب داخل جامعة 6 اكتوبر وهو داخل وفي بنت معدية يبص ولا لا بيبص واحد بعربية كاررو معدي جاي ينزل بالكرباج على الحمار نزل بيه على وشه بيجري على احد الضعاية عيطله قال له يا ابني ده ده كرباج الدنيا خاف من الكرباج الاخرة خاف احد اصحابي اصدقائي يعني احد الناس اللي عرفه بيه يعني ربنا يتوب علينا جميعا يا رب يحدثني انه ذات مرة اتفق مع الفتاة على انه يقع معه في الزنا ايام ما كان في الجامعة والعيزه بالله واتفق على المعاد اللي اروحناه فيه بيقول لي روحت نمتع عشان اصحى على المعاد بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله بربيء بربيء ودمامل ومؤلمة وابتاكل في الجلد بيقوله كان برد شديد جدا جابوله استاذ امراج جلدية من الكلية قال لهم ده برد شديد وممكن يسيب تشوق في جلده كله ولازم يتعامل معه بدقة شديدة ولازم ياخد الاعلاج بدقة شديدة ويستحمل واي الام ما يمسش اي دمل ولا اى مربوها هوها لغاية لغاية ما المرض صرف عنه قلت سبحان الله ربنا عصبك ربنا انقذك كام مเรา ربنا انقذنا يا شباب كام مرة ربنا انقذنا يا جماعة احنا الوقت وصلنا الى النهاية الحلقة كام مرة ربنا انقذنا الصحابي اللي كان كل ما يقصن يقول لا والذي لم يميتوني في بادر لا والذي لم يميتوني في بادر يعني ايه كان في بادر بيحارب مع المشركين لو كانت قتل في مدر كان راح فين لو انت كنت موت على المعصية اللي عملتها السنة اللي فاتت كنت رحت فين لو انت كنت موت على المعصية اللي عملتها الليلة الفلانية كنت رحت فين لو ربنا خذنا على معصينا هنروح فين يا جماعة يا اخوانا القصص اللي حاجتها دي كلها عبرة يتعتبر يا هاتب انت عبرة يتعتبر بيها يا هاتب انت عبرة تعتبر ولا تبقى انت عبرة يا جماعة يا جماعة ان انظرناكم عذابا قريبة عذاب قريب أحد إخواننا نزل يصلي في مكان خلوي واطلع لي بحتة عظم الطير من الطيور قال لي إنا أنظرناكم عذابا قريبة خلاص عذابا قريبة يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة لما يلاقي الحيوانات ربنا قال لها كوني ترابة يقول يا ريتني كنت حيوان يا مغني ياللي فرحاني أني اسمك بدأت شهر وصورتك على ألف كفر وكفر يوم القيامة تتمنى أنك كنت تبقى لما كان الكلب الولف اللي كنت بتشده في قديك ولا ما كان القطة اللي كانت بتيجي تتمسح على باب بتك الصبح الواحد يتمنى أنه كان يبقى حيوان سبحان الله العظيم يا أخوانا الخواتيم يا أخوانا مستعدين ولا لا آخر حاجة بقولها لكم مستعدين ولا لا درس الليلة هدفه كله إن احنا لازم نبقى مستعدين في أي لحظة الخاتمة هتيجي في أي لحظة ملك الموت هينزل في أي لحظة انت عايش على قعش انت موت عليه اختار موتك من الوقتي افرش أبرك من الوقتي اختار الموت اللي هتقابلي بها ربنا من الوقتي اختار الوسام اللي هتعلق على صدرك والت بتقابل ربنا من الوقتي الحاجة اللي لازم والهال كل ليلة إن حالنا دا لا يمكن يستمر كده الطائع لازم يزود والغفل لازم يفوق والعاص لازم يوقف مع نفسه وقفة يرجمها يلجمها يقولها توديني فين أنا ماستحملش عذب ربنا هتوديني فين فوقي فوقي وفوقي معاك خديني للجنة بلاش أنا وانت انت راما فتر جهنم ما نستحملش عذب ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن نستمر كده جماعة كل واحد اللي لازم ياخد قرار لازم ياخد قرار انه يتغير لازم ياخد قرار انه حياته ما تمشيه زي ما فاتت لازم ياخد قرار انت مستعد الليلة يتقفل عليك اي قبر من الابر المفتوحة مستعد الليلة انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسمي مستعد الليلة انك انت تبقى بالقنين ربنا كاشفح سبعا كل حاجة عملتها وعلى التزام الجد بقى بكرة السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 3 ايام بيوبعدوا وجوهنا عن النار كل يوم 70 سنة عن 210 سنة وكل يوم في دعوة مستجابة ندعي ربنا بقلوبنا لكل واحد صام يارب احدينا يا رب يارب توب علينا يا رب يارب ثبتنا يا رب انا هدعي الوقت يا جماعة انا هدعي لان في الزمن اللي احنا عايشين فينا ما نملوكش غير الدعاء في الزمن اللي احنا عايشين فينا ما نملوكش غير كلمة يا رب في الزمن اللي احنا عايشين فينا الفتن اللي عادل واحد قلبه بيغلي وهو شايفة في الشارع الفتن اللي مزق المسلمين شباب وبناته واباء وامهات ما عدناش نملوك غير كلمة يا رب قولي معايا يا رب قول معايا يا رب الاباء والامهات والشباب والكل اللهم توب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم غيرنا اللهم أصلحنا اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أنفسنا فأصلحنا اللهم إنا حاولنا أن نصلح أنفسنا وعجزنا يا رب فأصلحنا وأعنا على أنفسنا يا رب اللهم لتردنا بحلى أعقابنا منتكسين اللهم إنا نستغيث بك أن تثبت قلوبنا على دينك وأن تهدينا يا رب وتهدي كل أحبابنا وأصحابنا وأهلنا يا رب العالمين اللهم أنذر إليتك على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين اللهم احصلنا من الفتن اللهم إننا كم زللنا وكم سقطنا وكم أذنبنا وكم عصينا وإنا نتوسل إليك أن تتوب علينا يا رب ونتوسل إليك أن ترحمنا يا رب تبنا إليك ورجعنا إليك وندبنا على ما فعلنا وعاهدناك على أن لا نعود إلى المعاصي أبدا عدنا إليك يا أرحم الراحمين فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله واشرح صدورنا للهدى وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واجزاكم الله خيرك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة